وكل الناس اللي هم وفقدتهم سفيقس وتونس بصفة عامة على غرار ماشو شو قادة سمي مكما سي حمد عبيد وغيره ربي يرحمه ننتلقو اذا في حوارنا الاول حوار تخيس تختيجيك للجورني سبيسيال هذي اذا اختيجي بهذي سيشام اللومي نذكر مدير عام غرفة التجارة والصناع بسفيقس مرحبا بيك مرحبا بيك سيوسي ومرحبا بكم الفريق الفني المرافق ومصاحب لك وباليك سبيس الفام في وديد سفيقس ندخل معاك في صلب الموضوع سيشام شنو ما اليوم مش تحكيه لوجيستيك دوك شنو ما لزاكي بتاتغ اليوم للمنطقة وشنو ما التحديات بس فيقس نذكروا بعد في كوماج عندكم موعد بشيكون مع المطار مع البرد الاخيري مع المسؤولين عنيهم بتبع دوك شنو ما لزاكي سعلي عنه ساعة بكل شيء إذا اتفقنا أنه سفيقس هي جهة اقتصادية بامتياز شو ما نقولش عاصمة اقتصادية قول هي جهة اقتصادية بامتياز اللي هي ربما تكون فيها فايدة نانسلما بولاريجيون ميزو سيبولو تولبيل هذه حاجة الأولى الحاجة الثانية لزاكي وهذا هما هو أنه فما الثقافة لانتروبرونار موجودة في سفيقس من زمان ثم فما معناها مزايا جغرافية اللي موجودة في سفيقس هو حكاية البحر وحكاية ربما التبادل التجارية وحكاية موقع استراتيجي اللي يربط بين الشمال والجنوب هذا من ناحية من ناحية أخرى سفيقس من الجهات اللي من فترة قديمة قامت بإعداد استراتيجيات لأنه تعرفوا أنه ما هو أنه لا يقال لانه سن فرد استراتيجي دوك وقع إعداد استراتيجي سفيقس الفين وستاش وبعد توسعنا شوي عملنا سفيقس جيد سفيقس مش المديدة جيد سفيقس من سفيقس الكبرى إلى جيد سفيقس ولاية كاملة الفين وخمسة وعشرين وبعد مشينا سفيقس الفين وثلاثين اليوم توت سي استراتيجيات لانه الوغس سو كي سبوز كم كيستيون هو شنو اللي عملنا جس تلوه أطرافير سي استراتيجي نجي نرى ونقاو فما برش أفكار مشاريع اللي في الواقعة عملت بسيفة تشاروكية راو سنسرمون أما ما وقع إنجازو هو اللي ربما يزمو إتقال اليوم ويزمو يتقيم بجدية إذن باش نشطوا الاقتصاد متاعنا يزم يكون عنا مطار متحرك ناشط ونشيط باش نشطوا اقتصادنا يزم يكون عنا ميناء ما نحبش نحكي عن مياه العميقة فقط ما نحكي على ميناء يستجيب منه التطلبات التصاديرات نحن اليوم ما نحبه بيكون عنا صاديرات وصفاق سايم الجهات اللي تقدم في برشة صاديرات اللي عندها أرقام مهمة في الصاديرات وانا من خلال الغرفة التجارة والصناع على الصاديرات نأكد لك بخلال شاهدة المنشأ اللي نجندوها أنه فما انشطة اقتصادية مهمة معنية بالتصاديرات ما نحبش حكي على الصاديرات ما يكونش عنا ميناء يستجيب اللي نورما انترنسيونال واليستانداري دوما انترنسيونو متاع التصدير ثم مسائل تتعلقوا بالموبيليتي الترانسبور احنا قلنا اللوجيستيك سيكوالا اللوجيستيك هو المقاربة اللي هي فنية اللي هي تخلي التنقلات متاع العباد ومتاع المرشانديز تكون تنقلات سهلة وتكون فيها برشة نجاعة وتكون فيها اوبتيميزاسيون هذي عباش ياقع ياقع مش بالترانسبور متطور لانو تعرفوا الترانسبور سي نوتر سي نوتر اوفر سي لاتقدموا الدولة وانقدموه للمواطنين والمستثمرين اللي نطلبو نطلبو للموبيليتي واللموبيليتي هنا يا سيوسيم تستوجو بش يكون عنا ميناء اللي يزمو ياقع تطويرو وفما افكار وفما شريع وفما اعتماد الترسيدة في السابق الشي هذي من ناحية من ناحية يكون عنا مطار اللي ينجم يمكن الاستفادة من السياحة الصحية الموجودة في سفاقس ما نساوش ان نسفاقس فيها سياحة صحية متاع الكلينيك ومتاع الميتسان وذي على كل حال ما نساوش كذلك ان نسفاقس مدينة جامعية وتخرج برشة كفاءات في مجال الطب وغيره دوك هنا يزم تستثمارو بطريقة او باخرى كذلك تطوير الموبيليتي من خلال ترانسبور كوليكتيف ولما لا التفكير بطريقة او باخرى في خاصة تفعيل القطاع الخاص وهذا دورنا كغرفة ان نصحيح ان الدولة عند مؤسسات وهي مطالبة باش تقدم خدماتها كمرفق عمومي ولكن كذلك مطالبين باش نعطيوا اكثر ثقة في القطاع الخاص وتفعيل القطاع الخاص وربما مساددة القطاع الخاص باش يكون عنده دور في الميناء في المطار في كل ما هو موبيليتي في جيتس فاقس في مجال يrina on اما الوثة التي في المطار عموم ل verdict JAMES عمومي بالم allergies وم España على منئتها في السوداء يوجد طلب الموارد البشرية يجعل المسافينira في مagan snail النقاف على بيننا buildم التلاسيح انسيح على دورنا ك論 تكمل أيضا يخف الحظ هوahan تخبر workforce الكثير من عند تحديم تحديم تتكوهن؟ تحديم تتكوهن وانيته ك cały Makster تدارو خاد، تقدم الجبื้ Burgية هو من بين مشمولات الغرفة هو التكوين. هو عندها يعني مسانة القطاع الخاص عندها مناخ الأعمال عندها تعطي راية في بعض مشاريع النصوص وكذلك التكوين وعندها مركز تكوين يرجع بالنظر للغرفة. في العالم أجمع لكل حال تعرف الغرف التجارة معناها الدبلوماسية الاقتصادية تنطلق بالغرف في العالم أجمع. وذلك عاش تقام مقدم برشة الغرفة ذوما منقبل الاستقلال موجودين وعند مع علاقات مع الدول الكل مع الغرف في العالم أجمع. هما ليكونوا قاطرة للتنمية يخص المهنيين ويخص كذلك رجالات الاقتصاد والأعمال والمؤسسات. هنا باش نرجع للتكوين ونرجع للكفاءات هو متفقيد من 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 برشة من زمان أنه عنا كفاءات مهمة. أنه ربما ثروة اللي نحكيو عليها برشة على تونس هي الثروة البشرية. اليوم الثروة البشرية ميزماش تهرب علينا. بان سيصن توجو دي شواء فاخف ما عباد تاخوش هي دمتاحها. ربما تلقى مصلحة حتى في بلايس أخرى. ربيعينهم. ولكن آآ المهم أنه يكون المدينة متاعنا والجهة متاعنا والبلاي متاعنا يكون عندها مقاومات لاتركتيفيتي. لاتركتيفيتي هذي باش تجي بتفعيل هؤلاء الكفاءات. آآ هذه الكفاءات مش بتفعيلها أنه هاو عنده ديبلوم وهو ندبر له خدمة. لا يكون عنده القدرة على خلق المشاريع. وعلى تفعيل مشاريعه من خلال المستعادة من خلال ومن خلال آآ تثمينه. ومن خلال التكوين المستمر راهو. راهو اللي يخذها ديبلوم في الفين وعشرين راهو يفورو وفورو فورسو كي لها كم ديبلوم. معناها واذاك عاليش الغرفة التجارة عندها مركز تكوين. ونفكر وحنا توفي مشروع اعداد جامعة آآ تعتني باللي زفار على غير الموجود في الخارج. احنا وقت نقول له يا شو سي باري راي سي لاشانبو دو كوميرس. هتقول له سي باري سي لاشانبو دو كوميرس. دونك هنا اكدوا نقول انه آآ واعين بانه الكفاءات مهمة جدا. صفاقس مدينة جمعية فيها بفوق القرابة خمسين الف طالب من جميع الاغتصاصات آآ مقولش حرام انهم يخرجوا من هنا. هم احرار. ولكن نقول من المهم ان يكون عنا القدرة باش نشدوهم عندنا باش نستفيدوا من خبرتهم. باش زدها. يزموهم يساهموا في تنمية البلاد ملجيها متاحة. آآ نختم معاك كده بالنسبة للوجستيك. حبيت اختلم فرصة معنا مدير عام غرف التجارة والصناعة بآآ 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 شو ما التحديات طوى على تيشو ايكونوميك آآ بخلاف اللوجستيك. هو شوف التحدي الاساسي هو آآ تفعيل كل ما هو عنده آآ امكانية باش ينشط الاستثمار. الاستثمار الخاص والاستثمار العمومي. هذي مناشي يقع. مش بالآليات اللي موجودة في القط من خلال مؤسسات الدولة على غيرار السيباكس واواوا. ولكن من خلال التشريع القانونية اللي هي تعطي اكثر ثيقة ربما في المستثمرين. واحنا اليوم مطالبين باش ندفعوا الى الاستثمار العمومي المباشر والاستثمار الخاص. وخاصة جلب الاستثمارات من الخارج. خاصة من خلال ابناء الموجنين في الخارج. احنا يولو ما عندهم الامكانية باش يدخلوا يعملوا استثمارات مهونية. هذي اولوية مطلقة. بالنسبة كل البلاد وبنسبة الجهة اسفاقس بالتحديد. ثم الانفرستركتور. راهو الانفرستركتور. نحكيو عاللوجيستيك راهو مش كان الميناء فقط. انما سهولة وسيولة الحركة داخل الجهة. باش نربط. احنا عنا توقع الثقافة الاقاليم اللي طرحت آآ حسب النصوص الجديدة. والاقاليم الاقليبة الرابعة في اسفاقس سيدي بوزيد وقفصة وتوزر. هذي ربما يمكننا باش نعود نظرة جديدة الى الخارطة متاع الحركة داخل الاقليب هذي. باش يكون عنده ربط من البحر الى حتى الحدود مع الجزائر. ويكون فهم فرصة على كل حال باش الجهة هذية تنمو مبعضها. يقعد تنمو مبعضها. من خلال الانفرستركتور من ناحية. دونك طرقات والليزيشانجور وواوا. وهذا يزم استثمار من الدولة بالاساس. ويكون في رؤية على كل حال باش ست موبيلتي اللي احنا نظل بو فيها متاع المرشانديز ومتاع لپخصون تكون متوفرة. وخاصة وخاصة كأولوية كتسمح لسي واسيب هي لoptimization. راو سا سارا ريان دفع دي جران بروجه او باعد ما نعملو هش ولا نعملو هش ولا نعمشترها. وعنا برش أمتينا في سفاقسرا. راو عنا تابارو راو حلم قديمة. عنا المترو حلمة كذلك. سا 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 دي سا ساءل اقشرة هشام اللم انت에요 چار واشا الاذا نعملو هش والصناع بصفق ستحية المستمينة سلو فيك بو بيان في داما على موضوع اللوجيستيك كيما مظن يسلوا فيك على كيفيش اليوم معنى الانفراس تركتور معنى تتأثر شولي نسمت حسن موستي لفوكوش شويتان ما تعمل الفيت ما نعرف ادي ما هم سيرتو بالشتين لي سارت اه تظهر تظهر نقاس تظهر نقاس فماش يرقم جس بش نفهم ام تي بو اهمية الاكو سيستام اندوستريال معناتها اليوم والصناعي والاقتصادي بسي في عمم تاع السفيقس في الاقتصاد التونسي عناش يرقم على شو اللي نجم اقولولك هو من خلال علش ذكرت في البداية على السيخ دوغيجين راو من خلال السيخ دوغيجين شاية المنشا نعرف انه في مصاديرات مهمة تخرج من السفيقس وهذا اللي خلينا نفكر وبيش يكون عندهم ميناء مهم راو اوني اوني باك كونتر راو المواني الاخرى بل بالعكس راو بكلو يصلح للاقتصاد التونسي ولكن تسهل عملية المصادرين اللي موجدين في السفيقس باش يكون عندهم ربما ميناء يستجيب المطالبات هذية واحنا راهو فما نشاط بشياق على لفين سنك اه داخل اسبوع هذية لي متين ريجونات الاكسبور باش تعمل السفاكس في السفيقس يخص كيفاش لانكادرموت الاكسبورتاتور في مجال الجهة في الجهة. شكرا لك يا تك صحة آآ نرجو عليه دونك في 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 الوقت المناسب ان شاء الله ما نتاع الاجتماع هذية اللي بش يسير يا تك صحة سيهيشام اللومين ذكر مدير عام غرفة التجارة والصناعة بسفيقس فاصل مع هدل اخبار ناجون استيديويتنا المركزية بتونس ثم راجعين مع السيد احمد بن مسعود نائب رئيس فاكس انتغنسيونال بعد بشيكونوا معنا سيسليم مراكشي بشيكون معنا نائب مجلس نواب الشعب الى اخيري هو مواصلين هكا نهار كامل حتى اللي ربعة متع عشية في تغتية خاصة هوني آآ بسفيقس على موجات اكس بيس افان